اشتركوا في القناة بتفاصيل حية ومثيرة يكشف بريمر الصراعات الخفية تسابقا بين السياسيين العراقيين والقادة الأمريكيين ويأخذنا من الأزقة القديمة في مدينة النجف المقدسة إلى غرفة العمليات في البيت الأبيض والبنتاجون تحمل مذكراته القارئة وراء الأبواب المغلقة في بغداد خلال مفاوضات مضنية مع القادة العراقيين الجدد وهم يكافحون من أجل تشكيل المؤسسات الديمقراطية الحيوية لمستقبل العراق المليء بالأمل يصف اجتماعاته الخاصة مع الرئيس بوش وإعجابه بقيادة الرئيس الحازمة في زمن الحرب ويتحدث عن الجلسات الساخنة بين أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي جورج بوش وديك تشيني وكولين باول ودونالد رامسفيلد وكوندوليزا رايس بينما يعمل بريمر لتحقيق الرؤية التي يتقاسمها هو والرئيس بوش لعراق جديد حر وديمقراطي يقول بريمر إنه معجب بالعمل المتثاني والشجاع لآلاف الجنود والنساء والمدنيين الأمريكيين في العراق النيران التي وصفها بريمر عند وصوله إلى بغداد كانت من حرائق أشعلها من وصفهم بمثير الشغب بمجرد وصوله طلب استقدام أربعة آلاف شرطي عسكري إضافي للمساعدة في استعادة النظام في الشوارع خلال معظم العام التالي مع انتشار التمرد قاوم بريمر جهود الجنرالات وكبار المدنيين في وزارة الدفاع لتقليل عدد القوات الأمريكية قبل الأوان واستبدال القوات العسكرية برجال شرطة وجنود عراقيين وصفهم بأنهم سيكونون سيئ التدريب وسيئ القيادة كما ضحض أسطورة أن التحالف حل جيش صدام بقوله إنها كانت قوة تتألف من مجندين شيعة تركوا الجيش ورفضوا الخدمة تحت قيادة ضباطهم السنة السابقين ووصف بريمر إحباطه من العمليات الاستخباراتية التي كانت مركزة على البحث عن أسلحة الدمار الشامل بينما كان المتمردون يستجمعون قوتهم واجه بريمر مشاكل رهيبة في العمل مع سكان العراق الذين عانوا من الصدمة والانقسام لتشكيل حكومة مسؤولة وممثلة لكل العراقيين قال بريمر إن العرب الشيعة وهم يمثلون الأغلبية التي تعرضت للقمع منذ فترة طويلة في البلاد لا يثقون بعمق في الأقلية العربية السنية التي تولت السلطة لقرون وسيطرت على حزب البعث البغيض كان أكراد العراق غير العرب يهددون بالانفصال عندما وصل بريمر كما كان عليه أن يجد من السنة منهم على استعداد للمشاركة في النظام السياسي الجديد دفع البعض في الحكومة الأمريكية باتجاه تسريع نقل الحكم إلى مجموعة من المنفيين غير الممثلين للشعب المناهضين لصدام وقاوم بريمر بشدة هذا المسار الذي وصفه بأنه سيء التصور وأطنب بريمر في الكتاب بذكر المفاوضات الماراثونية التي أجراها هو وفريقه لتوجيه قادة العراق الجدد إلى كتابة دستور مؤقت مع ضمانات لحقوق الأفراد والأقليات غير مسبوقة في المنطقة أتمنى أن تكون هذه اللمحة عن كتاب سنتي في العراق قد نالت رضاكم وألقاكم في حلقات مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر